اهلا بكم في حديث العرب واللقاية تجدد هذا الأسبوع مع الدكتور خالد الكركي رئيس مجمع اللغة العربية بالأردن حياكم الله دكتور خالد أهلا وسهلا بكم طبعا ما شاء الله تجربة غنية على الصعيد الأكاديمي والإعلامي والسياسي ولكن بحكم منصبك في مجمع اللغة العربية حديثنا سيتركز في الغالب على قضايا اللغة العربية مشكالياتها التحديات التي تواجهها اللغة العربية اليوم دعوت أهل العربية إلى الوقوف في وجه ما أسميته التيه والعامية والخراب قبل أن تنتحر العربية على أعتاب مجامعنا وجامعاتنا حزنا علينا لأننا كنا عن وجهها غافلين دكتور خالد لفت انتباهي الربط بين التيه والعامية لماذا؟ الأمر في هذا النص قد يوجد فيه شيء من المجاز الربط بينهما يشير إلى مجاز لأنني لا أعتقد أن العامية على إطلاقها وعلى هجاتها ووجودها في العالم العربي وأعرف أنها ستبقى موجودة في البيوت وموجودة في التخاطب اليوم هذه لغة وظيفة في شكل من أشكال اللهجة الوظيفية لكنها ليست الشكل الذي يحمل حضارة أنت لا تستطيع أن تنتج الحضارة بالعامية ولا أن تعلم في الجامعات بالعامية ولا أن تقرأ الكتب بالعامية يعني هذا الذي يجري الآن مما نرى في العالم العربي هو ليس انحيازا نحو شيء مختلف عن العربية الفصيحة هو خروج على العربية الفصيحة وأنا حتى أستعمل اللغة العربية السليمة بس هل تعتبر العامية من مهددات اللغة العربية؟ طبعا الأمية والعامية يسيران بنائلته تخيل أن حين يكون هناك ناس لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف العربية ولا التراث ولا الحضارة هذه واحدة وأيضا هم في الوقت نفسه يتحدثون بعامياتهم المختلفة ولا يتفاهمون بغيرها نحن ندرك أن الزمن وزمن الاستعمار الطويل الذي قام على إهمال التعليم بالذات في كل مرحلة من المراحل تم فيها حكم الأمة العربية من قوة أخرى لغتها ليست العربية دفعنا الثمن لأنهم ينحازون ضد اللغة العربية أصلا ولولا أنها حفظت في المساجد وحفظت في كتاب الله وحفظت في عقول وصدور العلماء الكبار في كل مكان شكرا لهؤلاء الذين كانوا كل واحد منهم ينزوي في مكان ويستمر في حفظ القرآن الكريم ونحن اشتاحتنا يعني عروب هائلة زمن كامل يدخل فيه الصليبيون ويدخل فيه المغول وتدخل عليك أمم أخرى كثيرة ومع ذلك صمدت اللغة العربية هذا الصمود العظيم لها يقول للناس الآن استعيدوا لغتكم ونحن في مجمع اللغة العربية وأنا من موقعي في رئاسة مجمع اللغة العربية وفي اتحاد المجامع العربية أيضا نقول للناس نحن نسير الآن بالتدريج كلما علمنا أبناءنا الصغار بدأوا يدركون أنهم سيكتبون بلغة فصيحة وسيتكلمون إن طلب إليهم بذلك الدنيا تتحسن عن بدايات القرن بدايات القرن لم تكن القرى تقرأ ولا تكتب بينما تنتشر الآن آلاف المدارس لذلك هذا ليس موضع خلاف بيننا في المجامع وبين الناس الناس أهلنا والناس ليس من مسؤوليتهم وهم إن لم نعلمهم أن نقول لماذا تتحدث في العربية العربية ستبقى في الغناء وستبقى في البيوت وتبقى في حدهدة الأمهات لأطفاله وتبقى في حديث الناس البسطة لكنك لا تفترض دكتور خالد من قطاعات واسعة من أبناء المجتمع أن تتحدث فيما بينها بلغة فصيحة لا نحن استعملنا حتى في قانون حماية اللغة العربية الأردني الذي صدر في عام 2015 اللغة العربية السليمة وكنا نتحدث عن العمل السياسي والعمل الثقافي والعمل الإعلامي عن الذين يدرسون في المدارس كل معلم في المدرسة هو معلم لغة عربية إن كنت تدرس الجغرافية لماذا تتحدث بالعامية إن كنت تدرس التاريخ لماذا تتحدث بالعامية أساتذة الجامعات لماذا يحاضرون في الصف لطلبتهم بالعامية وهم يعرفون أن الأمر لا يستقيم أن تكون أستاذا في الجامعة وأن لا تكون عارفا بالعربية السليمة فقط وما طلبنا بعد من ذلك أما الناس حركة التاريخ إن سارت إلى الأمام التعليم يسير الحمد لله الآن إلى الأمام في العالم العربي ملايين الملايين الآن الكتب موجودة الناس يقرؤون والناس يكتبون الصحف تصدر بالفصيحة الأخبار تقرأ بالفصيحة هناك مزاج عام موجود واستطاع الإعلام واستطاعت الثقافة واستطاع التعليم أن يحسن المشهد كثيرا جدا هذه نظرة إيجابية لواقع اللغة العربية اليوم أنا أعتقد وخاصة نحن نحتفل باليوم العالمي للغة العربية رواح ويوم كانت اليونسكو قد أقرته من سنوات طويلة وتحتفل المملكة والمدارس ونقيم مسابقات بين الطلبة لأننا نريد أن نسير في المشروع بهدوء هدوء شديد جدا ورغم من القانون يلزم كثيرا لكن ما يلزم به إيجابي ماذا تقول دكتور خالد لمن يقول أن تحدي التنمية يفترض أن نتحدث أحيانا بلغة إنجليزية أو بلغات أجنبية أبدا لا العربية لغة من القوة في اشتقاقها وفي نحوها وفي حضورها وفي قدرتها على تحمل الدنيا بعلومها الجديدة ليس لديها مشكلة وليس لدى العربية أننا نخاف عليها من مجموعة من المفردات من هنا وهناك أو أن عددا من أبنائها يتحدثون لغات أخرى أنا أتمنى أن يزداد عدد الذين يتعلمون لدينا في الجامعة الأردنية حين كنت رئيسا لها تم تأسيس كلية اللغات الأجنبية اللغات الأوروبية واللغات الآسيوية والطلبة يتحدثون الآن من اللغة الصينية إلى التركية إلى الروسية إلى الكورية إلى الإنجليزية إلى الفرنسية لأننا كنا في العالم العربي تحت ضغط المركزية الأوروبية الإنجليزية والفرنسية مثلا الآن كل اللغات تدرس والطلبة يتخرجون أنا أحتاج إلى مترجمين أنا أحتاج إلى من يكتب هذه العقود بين أهل التجارة وبين الناس الآخرين أنا أحتاج إلى من يسافر ويحضر مؤتمرات ويفهم ما الذي يقال لكن وضعنا إذا كانت هناك اتفاقيات في البلد على أي وجه من الوجوه يجب أن تقدم النسخة الأجنبية والنسخة العربية قلنا الباحثون هذه نقطة مهمة الباحثون في الجامعات يسمح لهم بالنشر في المجلات الأجنبية بإزدائر اللغات شريطة أن يقدم بالقسم الذي هو فيه نسخة مترجمة بالعربية حتى ننشرها ونحقق الفائد أكثر جميل جميل تقول لطالما آمن المجمع أن حماية اللغة العربية وتبوئها المكانة التي تليق بها لا يكون إلا بتشريع حاسم يضبط التلوث اللغوي في سائر مجالات الحياة خصوصا في مجال التعليم والإعلام والإعلانات التجارية تشريع حاسم يعني بقانون تقصد نعم هناك قانون صدر 2015 وهو أعتقد القانون لا أريد أن أقول الأول لأنه صدرت قوانين في ملدان العربية صدرت مراكز في تقريبا دول العربية كلها علاجت هذا الموضوع نحن لدينا قانون مجمع اللغة العربية ثم أصدرنا 2015 قانون حماية اللغة العربية هذا قانون مكتمل الشروط الدستورية يعني من مجلس الوزراء ديوان التشريع مجلس الوزراء مجلس النواب ومجلس الأعيان والإرادة الملكية السامية وهو ينفذ الآن وتنفذ قوى كثيرة في المجمع وخارج المجمع معنا وشكلت له لجنة عليا حتى نتمكن من تنفيذ الدقيق هذا النص الذي أشرت إليه هذا تعبير التلوث اللغوي أنت لكل مدينة شخصية وأنت تأتي إلى عاصمة وتريد أن ترى شخصية في عمان تمثل الشعب الأردن العربي الموجود هنا شعب عربي إسلامي طب لماذا كل هذه الأسماء نحن ميزنا تماما في القانون إذا كان لديك أنت علامة تجارية نعم لمنتج خارجي بالاتفاق معه ضعها وضع ما هو المنتج قل لي أن هذا مطعم لذلك أما لا تضعها كذلك العلامة التجارية هذه لا حساب لكن الأسماء التي استقرت وإن كانت أجنبية أيضا ينظر فيها الآن لا يستطيع أحد يذهب إلى وزارة الصناعة أو تجارة الحصول أترخيص إلا يأتي لنا ويسأل يجوز أو لا يجوز لكن نحن نأخذ الأمر لآلاف آلاف المنشآت آلاف المسميات ليس الأمر في أنها أجنبية الأمر الثاني أو التلوث هو أنها قبيحة عربية وأنه يعني يسمي كما يريد وعلى طريقته وبعامية ممجوجة نحن نريد أن تكون شخصية المدينة متسقة وهناك من يساعد في ذلك بدأنا العمل وهناك عقوبات في القانون لو رغبنا لكن نحن ما نزل في مرحلة حوار هادئ جدا وإقناع للناس وإقناع للناس هل من تجارب عالمية في موضوع حماية اللغة الوطنية تأخذها في الاعتبار؟ يعني لو ذهبنا إلى فرنسا ولديها مجمع من أهم المجامع في العالم مجمع الخالدي هذا المجمع يراقب اللغة العربية اللغة الفرنسية وما صدر عن هذا المجمع من ملاحظات تذهب إلى الحكومة وعليها أن تلتزم بما يقول كان لاحظنا أن الكلمات الآتي دخلت على اللغة الفرنسية في السنوات الأخيرة نحن نجعلها على النحو الآتي يؤمر باستعمال المقابل وإلا طغت عليهم لغات أخرهم يعرفون أنها قوية أيضا المجامع كلها في دول عربية يعني لو أخذنا تجربة الجزائر جزائر بعد الاستقلال قامت بتجربة عظيمة في التعريب لكن أيضا فرضت التعريب على الأشياء حتى في المدن كانت تريد أن تخلص من كل هذه الذكريات كاملة وأن تعيد تصوير المدينة من جديد وأنا ذهبت إلى الجزائر يمكن من سنوات بعيدة قليلة لكن وجدنا تجربة أخرى كان في دول تمنع نحن قلنا لا الأمر متغير هناك تجارة وهناك ذهب هناك فنادق يعني أنا مثلا لدي جامعات خاصة جامعة جرش اسم المدينة الروماني جامعة فلدلفيا اسم المدينة الروماني مدينتنا التاريخية السياحية بيترا بيترا اسم يوناني فبقية جامعة المدينة اسمها بيترا هذه أسماء يعني وجامعة اسمها بيترا وهذا سؤالي دكتور خالد عن تطور اللغة يعني اليوم نتعاطى مع السوشيل ميديا مع وسائل التواصل الاجتماعي الكل يكتب الكل يعبر وبكلمات مختصرة وبجمل مختصرة هل ترى من تهديد لوسائل التواصل الاجتماعي للغة أم قد تكون أداة لانتشار اللغة العربية لدعم اللغة العربية شريطة أن لا يشويه العربية يعني بالعربيزي ما يسمى يعني أن تكتب أنت بطريقة مختلفة وتأخذ إشارات جديدة وتتخاطب بها بين اللغتين العربية والإنجليزية هذا الخلط هذا الخلط سيضيع على كثير من الأجهال القادمة اللغة الأساسية فلما لا تتخاطب بالعربية السليمة يعني لا أحد يمنع الكل يتحدث لا يوجد مواطن عربي يقرأ القرآن الكريم ويؤدي فروض الصلاة إلا ويستعمل الفصيح يوميا ويذهب إلى المدرسة ويستمع إلى الشعر الفصيح ويذهب إلى الجامعة ويستمع إلى ذلك لكن إذا سمحنا نحن بالانحرافات التي تذهب ضد اللغة ضدها تماما ويقوم خلطها من جديد هذا صعب جدا لذلك أنا كنت مثلا أقول أنه العامية موجودة لكن لماذا تطبع فيه كتب يعني هذا مثلا طيب أنتقل معك إلى محور عن التعليم بحكم تجربتك الطويلة في هذا المجال إن ثقافة السيد والعبد في مجال العلم لم تعد علينا لم تعد علينا إلا بالإشترار والتقليد لفت انتباهي هذه الجملة وهذه الفكرة الجميلة من علمني حرفا صرت له عبدا وأكبر منك بيوم أعلم منك بسنة كل هذه الأفكار أنا أقول لأصدقائي أصغر منك بيوم أعلم منك بسنة في ظل التطور المهول كيف نخرج من هذه الثقافة في ظنك أنا في آخر خطاب لي في الطلب الخرجي من طلبة الدراسات الأولية في الجامعة الأردنية حين كنت رئيسا لها أعتقد 2010 قلت بهذا المعنى بالضبط إياكم من هذا من علمني حرفا كنت له عبدا لأنني أخشى أن الذي ستكون له عبد هو أيضا عبد لعبد أعلى منه أو عفوا قد يكون جاهل أيضا أما نوع الجاهل استعبد نفسه فقلت أخشى عليكم من هذا لذلك لماذا لا يطلق شعار آخر في الجامعات نحن أصدقاء لا أوصيها رفع الوصاية الكاملة عن الأجيال ثم هذه المراعاة بالمحبة يعني أن يصبح المعلم لأن هناك سلطة ونعترف هناك سلطات أحيانا حتى للأباء ونعتقد أنها غير مقبولة على الأطفال الصغار وعلى الأبناء وهناك سلطات للمعلم أحيانا إن لم يكن يحسن التعليم أو إن كان غير راغب فيه التعليم محبة السلطة ممنوعة تكون في التعليم يقلك سلطة المعلم سلطة الأب سلطة الرئيس الدائر التي يذهب لتقديم طلب للعمل فيها حين أننا ذهبنا سلطة وأنت تريد أن تبني كيف ستبني خارج الحرية شرط أنا أعرف سيقال لي ويضعون لي دائما أنصاف المثقفين لا يجب أن تكون الحرية مسؤولة الحرية شرطها الوحيد الوعي أعطيه الحرية وزوده بالوعي وتركه والتركه يتعثر ويخطئ ويصيب ويتعلم لكن لا بد من الفطر المبكرة لكن لا يسئل غيره لا يسئل المجتمع هذا ما نقصده بضبط الحرية أنا لا تسئل غيره أنا إذا منحت الوعي والوعي أعلى درجة من الحرية الوعي يستحق الحرية غير الوعي سيتحول إلى فوضوي بذلك ذلك لا يستحق الحرية هناك أنا بكون الحساب والعقاب عليه ففي الحالات الكثيرة التي نظرنا فيها في التربية وفي التعليم وفي وضع المناهج يعني مثلا حررنا المناهج نحن في الأردن بطيلة السنوات العاشرة الأخيرة من كل هذه الأفكار الموجودة أنه تعرف الوالي من زمن بعيد أعطه يا غلام واقطع رأسه يا غلام وكل هذه النصوص لأنه كان يدرس مثلا نصر الحجاجة بن يوسف لا أريد الدخول في تقييم الرجل هذا مقاتل وقائد وعسكري من الدولة الأموية لكن إني لا أرى رؤوسا قد أينعت وحانا قطافها وإني لصاحبها لا يا أخي هذا لا يتفق مع الإسلام أنت ترى رؤوس أينعت وتقدم للطالب على أنها صورة فنية رأس يعني حان قطافه وأنا سأقضي أي مستوى وهذا فعلا يعني إقحام التراث ببعض مساوئ هذا النص في غاية الأهمية في دراسة موضوع اسم الاستبداد وداعش أيضا وكذلك هم يعني هذه النصوص تذهب إلى الاستبداد نعم لكن لا تذهب إلى التعليم وتقول للطالب زياد بن أبيه بلقي خطبة البتراء ومن نبش قبرا دفناه فيه حيا ما أهمية الفلسفة أو غياب الفلسفة عن مناحجنا اليوم كيف أثر على غياب الفلسفة تعني غياب القدرة على التفكير السليم غياب قدرة العقل على التحليل وكانت الفلسفة تدرس حتى نحن لدينا من زمن بعيد أنا من الذين درسوا الفلسفة في الصفين المنتهيين في الثانوية العامة في منتصف الستينات ومع أساتذة من ذو الخبرة وذو المستوى الرفيع وما تعلمناه نكتشف بعد هذا العمر زودنا بمهارات المنطق بمهارات التفكير بمهارات التحليل لكنه لم يأخذ شيئا يؤثر على إيماننا وعلى ديننا وعلى قيمنا وعلى عاداتنا هذا الفكرة التي طرحت دائما من الفلسفة تخرب العقل ومنذ أن كتب ابو الرشد فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال نعم الاتصال ابو الرشد الفيلسوف العظيم يرى الاتصال يجب أن يقوم في هذه الحالة هذا أمر بالعقل وذلك أمر بالوحي طيب اسمح لي دكتور خالد بالفاصل الأول في هذا الحوار أعود بعده لأكمل حواري مع الدكتور خالد الكركي حياكم الله في الجزء الثاني من هذا الحوار مع الدكتور خالد الكركي دكتور خالد تحدثنا قبل الفاصل عن أهمية الفلسفة لمناهجنا للتفكير بشكل عام اسمح لي أسألك عن تجربة في دولة الإمارات العربية المتحدة لأني شاهدتك تشارك في أكثر من مؤتمر آخرها جائزة خليفة تربوية إدخال مادة تعنى بالأخلاق تعليم الأخلاق في مناهجنا في مدارسنا كيف تنظر لهذه التجربة؟ أنا أعتقد أن الأمر لم يبتعد كثيرا عن أي مطلب لواحد مننا أن تعلم الفلسفة هذا يأخذ مكان هذا تماما هذا الأخلاق علم الأخلاق الكاملة وهو يدرس في أماكن كثيرة وأعتقد أن مواد كانت تدرس في جامعات كثيرة لدينا الآن في الأردن مثلا تحت عنوان التربية الوطنية وإن كنت أنا أميل لد كلمة التربية يعني التربية لأنه في الجامعات مثلا تحيل ما تزال أنت تقوم بتربية هؤلاء هؤلاء تمت تربيةهم وجاءوا من الثانوية فهذا من أفضل ما يقع لنا لأنك تستطيع من خلاله أن تغطي كل هذه العيوب الأخرى يعني أنا أريد جيلا يحمل قيما إنسانية ويحمل قيما وطنية ويحمل قيم بعيدة عن التعصب وبعيدة عن التطرف وبعيدة عن الإساءة للآخرين جيل متسامح لا طريقة لنا إلا عن طريق تعليم الأخلاق لكن كيف نذهب بهم إلى هذا هذا يحتاج إلى المسج بين التعليم وبين السلوك القدوة السلوك النص المسرحي نستعمل كل الوسائل الحديثة الآن والجديدة تستطيع أن تنفذ إلى عاقل طالب بالصف السادس في نص مسرح صغير يقومونهم فيه تستطيع أن تدلوا على فعل خير يجب أن يكون هناك حالة من التطبيق أما هذا من أهم ما يقع هذا السبق يسجل للإخوة في الإمارات أنهم حسموا السئلة ونحن ناقشنا هذا هنا في الأردن في المناهج الجديد الآن أنه آن الأوان الآن لأنه زمان كان عدد الطلاب قليل ونستطيع أن ندير أمور رمحهم الآن أنت لا تستطيع أن تسيطر أمام ضغط أجلسة الإعلام الهائل عليهم فكيف تستطيع أن تحصن هي عملية تحصين بورية وتستطيع أن تحصن الأمر بينك وبين الإخوة في أساتي التربية الدينية والأخلاق والتربية الوطنية واللغة العربية هذا يقودني إلى سؤال دكتور خالد هي معاناة لكثير من الآباء اليوم هجمة الأجهزة زي الآيباد وغيرها المحتوى الإلكتروني للأطفال بالعربي ضعيف جدا لا بد أن نواجه هذه الحقيقة والطفل يميل إلى الأساليب الجاذبة السريعة المتناسقة مع عمره ومع تجربته هل من جهود لإيجاد محتوى يناسب ما نطبح له باللغة العربية يوجه لأطفالنا؟ نحن أعتقد في العالم العربي الكل يعتقد بصحة ذلك وبإمكانية ذلك هذه وسائل تكنولوجيا وسائل جامدة جافة لا حياة فيها إلا إذا وضعنا نحن فيها الحياة في عروق هذه الأجهزة نستطيع أن نضع القيم ونضع التعليم ونضع كل البرامج الجديدة شريطة أن نبدأ ننتج أن نبدأ ننتج موازل المناهج هذه التي أمامنا زمان كان في المدارس نشاط لا منهجي طيب ما تجعل هذا النشاط لا منهجي إلكتروني كله يعني إحنا في كل فعالي بالتأكيد على بلدان عربية عدد السكان فيها كبير جداً لكن هذا خياره لا بد منه يعني الآن بأبسط الأشياء أنا حين كنت رئيساً للجامعة الأردنية تأسست في الجامعة الأردنية إذاعة إذاعة الجامعة الأردنية تغطي البلد ومسموعة تماماً صحيح وتقدم الروح الآن أنا في مجمع اللغة العربية سأطلب خلال شهرين إذاعة مجمع اللغة العربية الأردنية هذا نموذج لاستعمال هذه التكنولوجيا أننا سنتحدث بالغة العربية السليمة برامج للأطفال وبرامج للكبار ومسابقات ونعلمهم كيف يبعثونا مسابقاتهم عن الخط يمكن تمهيداً في مرحلة لاحق التعامل تلفزيونياً مع الأمر أدع الله عينك أنا في عمان من ثلاثة أيام خمسين إذاعة FM تقريباً فإذاعة اللغة العربية بالضيع بين إذاعات الموسيقى أنا سأقدم النقيض يعني لأول مرة سيقدم ما هو ليس ضد أولئك أمر كما كان إذاعة الجامعة الأردنية دخل دخلت في مستوى أرقى الغناء كان أهم توزيع البرامج كان أدق وأخذنا مساحة واسعة جداً وحتى الآن تأقض فالآن إحنا سنبدأ ومثلاً أنا تحدثت مع اتحاد المجام العربية حين كنت في القاهرة وقلت لهم أنا سأعطي ساعة أو أكثر في الأسبوع لكل مجمع لبرنامج واحد أنت تسأل والمجمع يجيب كل أسئلة التي في نفوس الناس في النصوص في الكتابة في اللغة نحن أيضاً سنجيب عن ذلك فلابد من الاستفادة الكاملة التكنولوجيا لا أحد يقف ضدها شريطة أن يكون المحتوى منا أو مما يناسبنا طيب تقول ناصحاً للخريجين تذكروا أن هناك خارج أسوار الجامعة وخارج حدود الأسرة المطمئنة عالماً خائفاً يحتاجكم ولأنكم قد كبرتم وما عدتم فتية صغاراً فلا ينبغي أن تكتفوا بما يعتبره الآخرون إنجازاً ولا أن تعيشوا داخل فقاعة الأسرة والوطن الضيق لنتحدث قليلاً عن هذه النصيحة يعني أنا ذاك لا أعرف من أطلق على هذه الكلمة التي ألقيت في الطلبة الوصايا يعني حتى الناس ذهبوا قلنا لا يا أخوان يعني هذه الوصايا تحتاج إلى فيلسوف عمره قرن مثلاً فأنا كنت أقصد هنا مثلاً أن أنكم هذا المكان الذي كانوا فيه تعلموا وتدربوا وشكلوا الصداقات وشكلوا فكر ولو كان ما يزال فيه لكن العالم الآخر أكثر خطراً هو العالم الذي سيخرجون إليه سيخرجون موظفين ومتعلمين وطلب يدرسون ويدرسون في جامعات أخرى هذا التلميذ الذي كان يجلس على المقعد سيتحول إلى معلم فوراً يعني كنت أخشى عليه من أمرين أولاً من الخوف في مواجهة هذا العالم الواسع المعقد عالم معقد ويجب أن تحصل اعترافك بنفسك فيه حين كنا في الجامعة في الستينات كان الأستاذ الكبير رحمه الله الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد أول من يشير لنا إذا خرجتم غداً ستأكلكم عيون الناس وتقول أنا جامعي عليك أن تثبت لماذا أنت جامعي أنك لا تهاب ما دمت على الحق وأنك كانت هذه الوصايا شكل منها جيل يعني صدف من المصادفات الجميلة أنا بنسبة لي أن أكون رئيس الجامعة العاشر حين كنت قبل ذلك بسنوات طويلة تلميذاً للدكتور ناصر في السنة الأولى في الجامعة الأردنية من الأول للعاشر يعني كانك تحس زرعوا فينا أشياء وأيضاً أن لا يكتفوا بالإنجاز الموجود هو سيخرج إلى عالم فيه إعلامي يلتزم بالبحث عن الحقيقة لكن له وسائله وأمامه سياسي أصلاً لا يلتزم بالحقيقة في الغالب لأنه هذا تكتيك يشتغل فيه وأمامه من يعمل في التجارة وأمامه من يعمل في الفلاح وأمامه هذا العالم قد يصيب أحياناً بالصدمة طبعاً إذا ذهب إلى مجتمع غير المجتمع الذي هو فيه سيصاب بصدمة أكبر كثير من الطلبة الذين يذهبون للدراسة في الخارج بعد المكالوريس مباشرة يصابون بما يسمى الصدمة الثقافية يفقد القدرة على الانسجام كنت أقول تحرر من الخوف ولا تعتقد أن الذي أنجزه قبلك هو النهاية أحسنت صح دكتور قضية المناهج والتطرف الفكري هذا الموضوع اللي يطرح فيه كثير من نقاشاتنا حول جماعات متطرفة مثل داعش وغيرها أنا أعرف أن في الأردن تجربة لقد نسميها إصلاح المناهج أو تطوير المناهج لمواجهة هذا التطرف كيف تقيم تجربتكم في الأردن في هذا الصدد؟ يعني لا أعتقد أولاً أن المناهج في الأصل يعني على مدى السنوات الطويلة وأنا أستطيع أن أؤرخي لذلك بنفسي يعني منذ أن كنت طالباً صغيراً في المدرسة إلى أن أصبحت مستشاراً في المناهج لا أعتقد أن المناهج كانت تجنح إلى شيء من التطرف أو التعصب يعني أنا درست في البكالوريوس ودرست قبل البكالوريوس درست سنوات طويلة في الثانوي ما كان هذا السؤال مطروح لأنه ليس في المجتمع المجتمع كان له قيم أعلى نعم كانوا يحرر فلسطين والأمة تتوحد والعدالة تسود والحرية تنتشر وكانت الروح مختلفة تماماً تماماً يعني أنت متعلم إذن أنت شيء مهم جداً إلى أن بحكم امتداد التعليم الأفقي نعم تعليم الناس وفتح المدارس بالألاف وهذا صحيح بدأنا نحس أنه هناك أشخاص متطرفون السؤال كان من المسؤول عن ذلك المجتمع أم المناهج هذا السؤال الصعب الذي طرحناه نعم نحن نراجع المناهج وهذا العام كان طبعاً تجريبية ودار حولها بعض الخلاف وتم تعديل الأمور أنت يبتلك بعض التحفظ على بعض الإجراءات أو المراجعات للمناهج صحيح؟ يعني المناهج كانت ما فيها مشكلة طرحت طبعة تجريبية عليها تعديلات أثارت في المجتمع ضجيجاً كبيراً جداً وأنت حين تطلق الأمر هكذا نعم يكفي جملة واحدة تنتشر بين ما أبدأ أقول متوسط الثقافة من الناس يعني منهم أقل حتى فتصبح قضية دينية عبر البلد أو قضية اجتماعية لماذا قلتم هذا عنه؟ كأن يؤلف شخص ما من الأشخاص مثلاً كتاب عن القبائل في اليمن فيخطئ فيه نسبة قبيلة بتصير أمر شعبي فوقع هذا وتدخلت النقابات وتدخل الناس ثم شكلت لجنة وما اختلفت يعني المشرفون على مناهج التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ والتربية الوطنية نحن الذين كنا مرة أخرى لجنة المشرفون المستشارون وراجحنا الأمور ووجدنا أنه هناك يعني في فهم أحياناً غير سليم أنه يعني نحن إذا أردنا أن نحارب هذه الفئات المتطرفة فعلينا أن نذهب ونجد ماذا في المناهج من الدين القرآن الكريم والحاديث النبوي الشريفة هنا وقع الخلاف بيننا وبينهم فقامت اللجنة بالمراجعة وتمت التعديلات الجيدة التي لا خلافة عليها نعم هذا أساسي أصلاً بغض النظر عن موضوع التطرف موضوع أنك تطور موضوع التطرف لا يعني أنا إذا قابلت التطرف بأنني أستغرب أروح أنا على المناهج الغربية صح والله وأجيب مناهجي من برة وأقول أنا علماني وأنا لا فيش داعي والدين ما بيدخل في هذه الأمور أنا لا أستطيع أنا دولي وجميع الدول العربية دينها الإسلام و لغتها اللغة العربية أنا أهلي يعيشون هكذا الناس يعيشون هكذا القرآن حياة في حياتنا و ليس كتاب ديني منفصل آخر عن كل الأشياء طبعاً نحتاج قيم نحتاج قيم و هل نحن بحاجة لهذا التكثيف الديني في مدارسنا هذا السؤال ولا خارج مدارسنا صحيح هو يؤخذ الأمر بشكل طبيعي أصلاً كان كذلك كل المجتمعات التي لم تكن تعلمت كانت متدينة أكثر من المجتمعات التي تعلمت نعم دكتور لخصت أزمة المواطنة في عبارة في عبارة وحين نسأل بعضهم عن هواه يقول إنه يرى هذا الوطن ولاية في دولة الخلافة أو مقر إقامة مؤقتة حتى يمن عليه بجواز سفر آخر ما تفسيرك لهذه الأزمة؟ و هل التعليم دور فيها؟ طبعاً يعني المواطنة هي الهاجس الأهم لدى كثيرين من الناس الآن بعد كل هذا التشرد و كل هذه الحروب و كل هذه الإنقسامات غير عن الوطنية الوطنية الروح التي تحملها أنت نحو وطنك أنا ذهبت لكن المواطنة اللي صارت مطلوبة جزء من حقوق الإنسان أنا أريد أعرف أنني من هذا الوطن لكن أنا أنتمي إليه أنا من هذه الأمة حرمتم علينا أن نكون دولة عربية و أن نكون دولة إسلامية و عدنا إلى هذه الدول لنجد ملجأ فيها يا أخي أنا رجل وطني ممكن لحقوق في ذلك أبحث عن مواطنة بس مواطنة يعني الجنسية غير عن المواطنة غير عن الوطنية جنسية أبحث عنها أنا أستحقها لا هذا يشرد و هذا يصبح لاجئ و هذا يعني أصبح الواحد يلقي بجواز سفره بالبحر حتى يجد لنفسه وطنا في مكان آخر فنعتقد أن المشهد دخل في حالة من التفكيك المرعب في العالم العربي يعني قاد إلى طبعا دول إقليمية ضيقة الآن والدول الإقليمية الآن تتشضى إلى طواف ولا سمح الله قد تتشضى إلى جهات وأنت لا ترى البديل لا ترى نهضة تأتي للأمة وتقول أنه يعقد مؤتمر قمة أول و ثاني لبحث هذه الأزمة العميقة جدا هل هذا دور لأهل السياسة أم دور لأهل الفكر أم دور من الآن لأن الأدوار جميعها تختلط بالمصالح الخارجية التي تأتي وتفرض عليك عكس ما تريد في كتابك جدل الحرية والآخر والنهضة قلت واعلموا أن زمانكم وأوطانكم صبورة عرضها لعمر تمتدونكم كي تخطوا عليها أفكارا تخلصنا مما نحن فيه هذا ما أطمح من الجيل الجديد أنا قلت لهم مرة ما قيل في فرنسا في 68 في اضطرابات الطلبة حين آنذاك غضبوا من المناهج وغضبوا من التعليم وغضبوا في زمن ديقول وأثروا في السياسة الفرنسية الطلاب كانوا يكتبون على الواحي السوداء آنذاك أو البيضاء مما كانت انسوا كل ما تعلمتم وابدأوا بالحلم بالحلم أنتم جيل جديد أنا كل محاولتي كانت دائما أن لا يكونوا أتباعا لنا أن لا ينظروا لنا نحن الآباء ونحن الأساتذة ونحن الناس على أننا نهاية الأمر أنا لا أحتاج أفعل شيء في بيت أهلي لأن والدي موجود الوالد موجود الوالد يعرف الحقيقة أنا بصير عمره ثلاثين سنة ولا أعرف الحقيقة الوالد يعرف الحقيقة من روح الناس هذا الخطر الذي وقعنا فيه كنت أقول انسوا كل ما تعلمتم على الطريق الفرنسية وابدأوا بالحلم احلم أنت لذلك أن تكتب أنت على السبورة من جديد أن تكتب لي ما الذي لديك الإبداع الجديد والشعر الجديد والقصة الجديدة والمسرح الجديد والحياة الجديدة كلها اصنعوا حياتكم يعني كنت أخشى أن أقول انفصلوا عنها أقول اتخذونا أصدقاء جميل هذا الشعور من أبي وخاطب أبنائه عندي الفاصل الأخير دكتور خالد الكركي أعود بعده لأكمل هذا الحوار أبطونا إذن نحن في الجزء الأخير من هذا الحوار مع الدكتور خالد الكركي رئيس المجمع اللغة العربية بالأردن سأفتح معك أسئلة حول علاقة المثقف بالسلطة ولديك يعني طروحاتك في هذه المسألة قلت لابد أن تخرج الحوارات حول دور المثقف من باب المجاملات إلى دوائر الصراحة لنسأل بصراحة يعني أولا هل من دور للمثقف اليوم في ظل ما يحدث في منطقتنا اليوم يعني أيضا كأن نحمل المثقف أكبر من طاقته هو المشهد العربي الإعلامي والثقافي والأكاديمي يعاني من مشاكل الأكاديمي يريد أن ينكفئ داخل الجامعة أو يفرض عليه داخل الجامعة ينكفئ ويعمل على الترقيات ولا يشارك إلا فهي البحوث التي تنشر في المجلات ولا تصل إلى الناس على قاعدة تقول أن الأكاديمي رجل رسيم مثل العالم يعني لازم يظل وراء مكتبه المثقف أستاذ أدب أستاذ جغرافيا أستاذ تاريخ كل تعريفات المثقف وخاصة المثقف الذي يسمى المثقف الجذري ليس مثقف السلطان لا يجوز له أن يتفرج هذا تعريف كرامشي تعريف كرامشي بالضبط جذري يعني إذا أردت أنت تقول للمثقف الآن اتفضل وتعال على السلطة لا وقد خلق السياسيون وكثيرون من مثقفي اليسار حالة من الستينات أنه على المثقف أن ينقى بنفسه عن السلطة لأن كل سلطة تقود إلى الاستبداد أنا ابن بلد والسلطة تقود إلى ما تقول عنه ماذا أفعل بكتب بحتج بدوري بما أعرف أنا لكن حين تصبح وزيرا سيقال لك لا لا أنت ذهبت إلى السلطة والسلطة احتوتك في تعبير آخر قامت بتدجينك أنت مدجا فعلى المثقف مننا أنا جئت من رئيس رابطة كتاب إلى وزير ثقافة جئت من وزير إعلام إلى رئيس من مجلس المؤسسة إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية نعم اسمح لي دكتور حالت كأن هذه النظرية تقول أنه لابد للمثقف أن يكون في حالة عداء دائما مستمرة مع السلطة هل هذا منطق؟ لا غير منطقي و أنا لو قبلت بذلك و لو سمعت الذي كان يقال لي لما كنت أكملت السنوات الطويلة في العمل و خاصة يعني أولا يعني تم التماس العذر لي بداية 20% أنه أنا ذهبت وزير ثقافة مثقف رئيس رابطة كتاب و روح وزير ثقاف أما وزير إعلام إذن أنت بوق السلطة هناك أنت مثقف السلطة هناك أنت وعظ السلطة يا أخي إن لم نعرف ما يجري لا نعرف كيف نصلح ما العيب من العمل من استثمار خبرات وتجارب المثقف لدعم السلطة لخدمة البلد أنا أفيد وأستفيد أنا أطلا خارج دخولي للسلطة لم أكن أعرف كيف يشرع للأشياء لكن كل نخبة سياسية تريد أن تنأى بنفسها عن النخبة الثقافية النخبة الثقافية والأكاديمية إذا كانت عارفي تماما و مثقفة لديها حلول لديها كلام طب يا أخي أنا سألت مرات كثيرة أين ذهبت أنا أنا وزير في الحكومة الأردنية ومواطن في الدولة الأردنية ودرست على نفقة الدولة الأردنية والجماعة باحترام شديد طلبوا مني أكون محب وإحنا بنعمل ديمقراطية ومجلس نواب وحكومة وقانون مطبوعات جديد وأحزاب كل هذه التجربة التي في أذن الناس أنا ذهبت إليها أنتم لماذا تغضبون إن كنت سأكون ضحية أنا سأكون ضحية نفسي لأن أنا الذي اخترت لكن وجدنا الأمر يعني تأسف لو أنك لم تذهب وأنا قلت لكثيرين لأنك ستصبح أكثر قدرة على خدمة بلدك نعم والبلد مش كل يوم بطلع فيه عشرين ثلاثين أربعين مثقف لهم تهيئة خاصة باللغات والجامعات وجايين من برة وكنت أقول أنا أستطيع تدريس اللغة العربية والنحو والبلاغة بالبكالورس أو الماجستير صح أو لا طب لماذا أرسلتم بي إلى كيمبرج في بعثة إلا إذا كنتم تريدون آنذاك أن يتفتح عقلي أكثر طب حين تفتح عقلي تريدون إغلاقه بدأت الكتابة من الثمانينات في الصحف ونوبت على مواقع متناقضة تماما تخيل أن تكون وزيراً للإعلام ثم رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية رئيساً لربط الكتاب الأردنيين ثم وزيراً للثقافة أحياناً تطبق القوانين وأحياناً تقف ضد القوانين في وجهها نعم نعم دكتور لضيق الوقت بس أيضاً هناك من يعتب على المثقف التنويري في العالم العربي بشكل عام شيء من العزلة بمعنى أن دور الواعظ اليوم في المجتمعات العربية تأثيره أقوى من المثقف التنويري الممكن يؤثر طبعاً الوعظ الآن هم نجوم مكان المثقفين وهذا النائب النفس ويمكن الانكفاء على الذات أحياناً يصل إلى مؤسسه لتولها شخص أكاديمي أكاديمي فتصبح كأنها مغلقة وهو المسؤول لأنه لا يريد أن يتداخل مع السلطة يا جماعة من سلم عليهم في العيد حتى هذا كان تجد فيه وهذا زرع زرع في العمداً لذلك حولوا الناس إلى أن روح أن تصير يساري روح أنضم للحزب الفلاني روح أنضم لا الآن هناك يتشكل تيار آخر أنا يمكن لما كنت وزير للثقافة كان من أهم المستشارين لدي أهم الروائيين والكتاب والشعراء في الأردن جاءوا وبدأوا يحملوا ما رصت أي نوع من أنواع الرقابة وقتها دكتور خالد الرقابة على على الكتب أنا قلت حين كنت رئيسا لربط الكتاب كانت معركتي مع وزارة الثقافة والمطبوعات والنشر على الكتب حين أصبحت وزيرا للإعلام لا يجبت لك أن تكون وزير ولا تطبق لكن غيرنا قانون المطبوعات والنشر الذي كان يوقف الصحيفة بدون سبب مثلا إلى قانون جديد أكثر مرونة وللآن بنغير قوانين وبنرجع قوانين لأنه هذه حركة لا تستقر أصلا لكن جزء من الأزمة النفسية كانت أن تكون هنا ثم تكون هناك دكتور خالد في 2013 قلت ما زلت قلقا على النسيج الوطني بفعل التحولات المعقدة في الداخل وفي الإقليم والعالم وبفعل الأزمات والإنهيارات التي تشهدها القيم عبر العالم كله تحت ضغوط الاستعمار الجديد والاستبداد والتخلف وتراجع الثقافة وبؤس الإعلام بل وعودة الجوع إلى العالم كيف تقرأ المشهد اليوم وهل ما زلت قلقا على هذا النسيج الوطني يعني في 2013 أنا ذاك وأنا أذكر أنه إحدى المحاضرات في إحدى الكليات العسكرية أنا ذاك وكان السؤال مطروح أنا ذاك في الجامعات لدي ما يقلقني مشاكل تقع بين الطلبة وبعضها يأخذ ظاهرة عنف وبعضها يأخذ ظاهرة جهويات بين الطلبة وقبائل وعشان عندي مظاهر عنف أخرى موجودة الآن ونرى أسوأ التجليات حين يهاجمون الآمنين والسنة الأخيرة كم وقع لدينا من ذلك كان الذي يشغلني هو وجود أردنيين في هؤلاء أم لا هل جاءوا كلهم من الخارج أم من هنا فوجدت أن المجتمع ليس في إقراءة اجتماعية دقيقة يكاد يفتقد إلى حال من التجانس الكامل الآن الأزمات تكشف لنا شيء مطمئن أكثر أنهم يلتفون حول الوطن في مدينة الكرك كان الناس يخرجون جميعا إلى الشوارع خلف رجال الأمن ورجال الدرك ويدافعون عن بلدهم ويحملون سلاحهم كانت ليلة يعني من الليالي النادر التي تمر آنذاك كل الاستجابات اللي جاءت في اللحظات الصعبة جاءت باستجابات وطنية سريعة لكن نحن نخشى من هذه الفئات الموجودة في الشرق الأوسط تتسرب من تحت الرمل إلى أماكن كثيرة يعني خلايا نائمة سياسات الآخرين الآن تقوم إما على خلايا نائمة تستيقظ متى أراده وتقوم أو على الذئاب المنفردة المنطقة دخلت المرحلة الذئبية والمرحلة الذئبية هم أفراد الآن يكفي أن يكونوا أفراد يقومون بالإزعاج في كل مكان ماذا يريدون هؤلاء هل هذا زمن يشبه القرن الرابع للهجرة القرامطة والبابكية والخرمية وكل الفئات التي ظهرت آنذاك لكن الدولة كانت قادرة على اجتثاثها وفيه الحششون لكن فيه كل مرة على فكرة ظهرت وطالت قليلا ثم تم اجتثاثها ولابد من اجتثاث هذه الضوائر يعني أي دعوات أخرى للفهم والتفاهم والحوار لا انتهت هذه المسألة انتهت تماما الآن لأنه الآن عمن أطفالنا وأقلامهم وكتبهم ومدارسهم لا أحد يقترب من ذلك إذا كان طفلي سيخاف صباحا وهو ذاهب إلى المدرسة أنا شخصيا سأتحول أيضا إلى القوات الدرك وأذهب للقتال عن بلدي شكرا جزيلا الدكتور خالد الكراكي رئيس مجمع اللغة العربية بالأردن كما أشكر متابعتكم مشاهدي حديث العرب وألتقيكم الأسبوع القادم إلى اللقاء شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا